طيب يلا! نعيد من وراي لا صابون ولا حمام لا صابون ولا حمام لا صابون ولا حمام عزوز كيف حالك عمد؟ أنا مليح. أنت كيف حالك؟ كثير منيح. كثير كثير كثير? أه طب معلش أسألك سؤال. أسأل. آآ كيف متمشط شعراتك أنا بخكي لك بصحى الصباح وبعمل شعري هاك. دامنشعه بصبت لحاله. كيف تعمل شعرك هيك؟ كيف متخسر وجهها؟ أنا بخكي لك بصحى الصباح برده. اه. وبحط سوية مية على ايدي. يا سلام. وبطرقسهم على على وجهات. يا سلام. هيك جاهز. اه. واحد. يا عزوز ولا هلا. بتحب تشوف الحلقة الحلقة الجديدة. هكفيه حلقة جديدة? طبعا. يا حلقة جديدة. انا بستنى فيها اصلا. طبعا في حلقة جديدة وبنحكي فيها عن هذا الموضوع بالزبط. ممتاز. جاهز. بلش بلش. تابعونا يا اولاك بهاي الحلقة الجديدة مع عزوز واخته سلام. ياي. كوكو. اي شو هذا؟ شكلك صرت اجرب. امكيف على هلك يا ليت؟ يا ريت يا كوكا ترحمينا من منقارك أصلي لسانك وتحلي عني مالك مالك أنا لسه ملحقتش أحكي إشي بس مدامك هيك بدي أحكي أنا بعرف إنك يا دونجل ما بتتحمم إف عليك إف بس بصراحة هذا الحكي ما بنفع آه بس ليش يا ترى أنا ما بتحمم في سبب والسبب واضح وصريح كمان وشو تدخلك السبب هذا قل لي أنا ما بتحمم لأنه أنا ما بحب الحمام ها 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 افهمي يا شاطرة بس مش سبب مقنع إنك ما تتحمم الحمام بخليك نظيف وتبطل تحق زي الأجرة كتير بيريح الجسم وبقتل الجرسيم اللي موجودة في الجلد وبنظف لك الفر و بخليك توج واش زي المراهية إسمعي إطلعي من رأسي أنا هيك مبسوط ومرتاح بس لو أن جسمي ما بحقني كان أنا تمام التمام شايف شايف يا دنجل أنت بتعرف أن قلة الحمام بتعمل فطريات وبتعمل أمل من الجرسيم عشان هيك أنت بتحق وبتطلع لك الريحة أوه وبالآخر أكيد رح يجبروك اتروح عالدكتور ريحة دنجل بتفوح بتفوح بتوجوج يا سلام دنجل ريحته الأصلية معبية بكل مكان هيك أيقفت عليك أنا بحكي بشي وإنت بتحكي بشي تاني أنا أني بحكي فيه تكتير مهم وإنت حضرت جنابك بتمزح دنجل ما بمزح دنجل بحب الشوكولاتة ها 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 وإنك لعلق يا سلمة اتأخرت كتير برجع على البيت كنت ألعب انا واهزوز بالحديقة وبعدين يا ستية احنا خلصنا كل دراستنا بعرف بعرف انت شاطرة يا سلمة وبعرف انك كمان خلصت دراستك بس انت لعبتي وقت طويل كتير بالحديقة المرة الجاي لازم تلعبوا شوي وترجعوا عالبيت أبكر من هيك حاضر يا ستي بس يوليلي شو طبي قتلنا اليوم أنا كتير يرجعانة لا يا سلمة ما في أكل قبل ما تروحي تتحممي وبعدين منحطه منوكل مع بعض بيكون سيدك عادل رجع من شغله صحيح وين عزوز عزوز تركته بلها ببرة هلا شويه بيجي يلا تاتا أنا بدي أروح أتحمم ماشي يا ستي اتحممي وقلبسي أواعي نظيفة وحلوة وأنا رح أروح أحضر الأكل أكل أيوة وهو المطلوب يا ستي يا عيني على أكلات ستي وطبيق خزاكي شو طب أختلنا اليوم؟ أهلا يا عزوز فش أكل قبل ما تروح تغسل إيديك وقبل ما ييجي سيدك عادل كمان وقبل ما ييجي روح جهز حالك عشان تتحمم بس اتخلص أختك سلمة لشو الحمام أنا ما وسخت حالي وهيني نظيف لبشحي القلب ممممم ما أذكريتي هاي ريحة الطبيقية يا عزوز شم حالك أحسن اسمع انا بعرف أنك ما بتحب الحمام بس الواحد كل يوم لازم يتحمم عشان ينظف جسمه من الجرسين وهلأ بس اتخلص اختك سلمة بدك تتحمم مفهوم عايشو اتحمم بديش اتحمم بلا جرسين بلا هضل قلت بدك تتحمم يعني بدك تتحمم هلأ هلأ آه تذكرت انسيت احكي لدونجل اشي مهم هينجاي هينجاي عزوز تعال هون تعال آه آخ الولد راح يجننني والله ما بيسمع الكلمة وما بيحب يتحمم انا مش عارف شو بدي اعملي بهالصغل يا دونجل كل يوم حمام كل يوم هو الحمام آه وانا كمان بقولهم اسمال بيحكولي يمين بقولهم يمين بيحكولي اسمال آه وانا كمان وكمان شو بتيجي تحل المشكلة بتفاهم بيحكولك انت اصلا مش فاهم آه وانا كمان وانت التاني مالك بدك تقولي آه وانا كمان اف وليش هيك بتحكز اسمك مش عارف مش عارف شو مالي يا صاحبي من ساعة ما شفت كوكا الصبح وانا جسمي بحقني شو دخل كوكا بالحق ليكون كوكا مبطلة تتحمم كمان يا سلام ممتاز منتصير هيك تلاتة ومنعمل شلة لأ لأ كوكا بتتحمم وبهدلتني عشان انا ما بتحمم وقالتلي اذا بتضل هيك راح تروح على الدكتور عشان هيك ممكن نصير عندي بطاريات شو؟ آه عصدك فطريات فطريات آه آه فطريات قال شو كمان بتحكيلي ان ريحتي طالعة وانا كمان ستي بتدل تقولي نفس الاشي اسمك خطرة عبالي فكرة عبقرية شو رايك نعمل شلة ونسميها شلة بدون حمام وبدون ريحة آه والله فكرة حلوة هيك منقدر نغير قانون الحمام ونعترض ونعبر عن رأينا عيوة صح والله عينك فاهمان يا دونجل بتعرف شو؟ الاسم تاها الشلة طويل شوي هات نسمى حلنا شلة نرفض ونعترض لأ 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 صابون ولا حمام أيوة أيوة حلو جواهي كمان اهه انا موافق طيب يلا عيد من وراي لا صابون ولا حمام لا صابون ولا حمام لا صابون ولا حمام لا صابون ولا حمام لا صابوني ولا حمام لا صابوني ولا حمام يا سلام عليك يا دنجل والله إنك امرتب أحلى سلي هيراح تكون لا صابوني ولا حمام خلاص لكف يلا يا عادة يلا يا سلمة تقالوا كلوا قبل ما يبرد الأكل طيب يا فهيمة هينجاي سيدو سيدو بدي أشكيلك عن عزوز مالو عزوز شو عامل أخد لك أغراضك لا سيدو ما أخد لي أغراضي ما خلاك تلعب معه كمان لا بخليني ألعب معه بمد إيده عليك وبضربك لا والله حرام ما بضربني بس سيدو اسمعني شوي عزوز ما بيحب يتحمم وإله زمان مش متحمم عزوز ما بتحمم؟ وكيف بيقدر؟ الواحد لازم يا سيدو يتحمم كل يوم أو على الأقل كل يومين مرة وأنا مبسوط من اهتمامك يا سلمة بموضوع النظافة آه مسبوط وكمان يا سيدو عامل شله هو دونجون وقال شو شعرهم يمسمينه لا همامه لا زابون لا هاي كبيرة وما بنسكت عليها أبدا أنا هلأ بدي أفرجي تعالي يا فهيمة نروح نجيب عزوز دونجل ونحكي معهم أنا سمعتكم وانا معكم نروح نجيب عزوز كبيرة وكيف بقين الحفل uuu dizad amma believing will your eyes تقول صندح ودوست عزوز بحف除 المطلح بديش أتحمّم أنا! بتديش أتحمّم؛ هيا تحمّم! والله بتعرف يا دنجل؟ أنا حاسس هالي صرت أحلى بعد الحمّاع آه آه انسيت هقليك انت وسيدو عادل قال لي إن النظافة مهمة لصحة الإنسان الجسدية وبتخلي الواحد سعيد وصحي ها 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 والله إشي فانتاستيك مرتب هذا الحمام مرتب أسمك تعال تعال أسمك آخ ريحتك تحسنت يا دونجل والبكل اللي عراسك صار منظرك فيها أحلى ها 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 دونجل دونجل بحب البكل و دونجل بحب الحمام ها 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 و دونجل بده بسكوتة شوكولاتة ها 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 آه يا دونجل صحيح اتذكرت آه هلأ أغنية سيدو عادل كان يغنيلنا إياها وإحنا صغار آم والله بنعارب كيف كنت نأسيها هاي الأغنية أنا موسيقى لما تصحى مين النوم بالنظاف إذا اليوم لما تصحى مين النوم بالنظافة إذا اليوم نظف نظافة نظف نظافة نظف نظافة نظف نظافة وبيحلى العالم فيها وراحت ايمي عزوز على البستان وقعدت تلعب بالطينة هي عليها هي عليها وبعد ما لعبت بالطينة روحت عالدار وبلشتها كل موز بدون ما تغسل يديها يا حرام راح تمرد راح تمرد انت شو صار فيك بعد ما تحمبت صحيح؟ بصراحة يا عماد أنا تعلمت درس كتير كبير جاب لأنه أهم شي النظافة شاير النظافة مهمة كتير تلعا تعمال أنا ما كنتش صحيل على هذا الموضوع برافو عليك وأنا بدي إياك دايما دايما يا عزوز تهتم بشعراتك الحلوين بتهتم بسنانك وبتهتم بنظافتك الشخصية حاضر انت بتؤمر أمر يا جميل حبيبي انت عشان أنا بدي إياك تبين احنا واحد فيك يا بلد حبيبي بس أنا زالين منك ليش زالين مني؟ ما قلت ليش نعيما أحلى نعيما ومرتك جاي لأجيب لك أنينة ريحة امرتك منيه؟ موافق 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 كتير طيب يلا نقول باي باي لأولاد؟ يلا دايما يا أولاد تذكروا أهم إشي نحافظ على نظافتنا ونظافة جسمنا من الأوساخ والجردين بالزبط ديروا بالكم على حالكم ومنشوفكم بحلقة جديدة حلقة جديدة استتنوها باي باي يا أولاد موسيقى 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 عالمنا في قصص كتير لا نحكي عنها مواقف كل يوم بالصين تعالوا نشوفها حكاية 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 من هذا الزمان حكاية 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 من هذا الزمان موسيقى التسامح من شهامة الإنسان والصيدق قيمة كبيرة في كل مكان بالحب نعلم نعلم ومنعيش بأمان نتعلم من القصص في كل زمان حكاية 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 من هذا الزمان حكاية 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 من هذا الزمان موسيقى 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 حكاية 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 من هذا الزمان